يهم كل المزارعين وهو تقديم البنك الزراعي باقة من البرامج التمويلية لتحقيق التنمية الريفية حيث شهد جناح البنك الزراعي المصري في معرض صحاري الدولي المعرض الزراعي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط إقبالا كبيرا من الجمهور للتعرف على أحدث البرامج التمويلية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للمزارعين وذلك تزامنا مع فعليات الشمول المالي والاحتفال بعيد الفلاح ووسط مشاركة كبيرة لمتين عارض من اتنين وعشرين دولة وده بيعكس حجم التطوير الذي يشهده البنك حاليا في كافة قطاعاته ليتمكن من ممارسة تدور كأكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وقدم البنك خلال مشاركته بالمعرض باقة من أبرز البرامج التمويلية للمزارعين والمنتجين من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية مثل برامج التمويل الزراعي بفائدة 5% وقروض الثروة الحيوانية وتمويل البتل وتطوير وإنشاء مراكز الألبان والميكانة الزراعية وأنظمة الرأي الحديث وده كمان بجانب تمويل الطاقة الشمسية والتي بيمنح البنك بعائد تنافس وتسهيلات كبيرة للتحفيز على العمل والإنتاج واستعرض البنك الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية الريفية ومساهمته في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري ودعمه المقدم للمشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة والشباب لتوفير فرص التشغيل وتحسين مستوى المعيشة وده بالإضافة إلى تطوير شبكة فروعه في الريف لتوفير أفضل جودة للخدمات المصرفية والتمويلية بالقرى وقام البنك بتوفير خدمات التقدم بطلبات فتح الحسابات سواء توفير أو جاري أو نشاط اقتصادي مجانا بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب بالإضافة إلى إصدار بطاقات ميزة مجانا لجميع زوار المعارض